ناقش محافظ أبيان ألوى أبو بكر حسين سالم مع مدير عام مديرية خنفر ومدير مكتب الزراعات والري ومدير مكتب عقارات الدولة ومدير الري بدلتا أبيان وعدد من المهندسين الزراعيين إقرار مشروع إنشاء مبنى لتجمع الحاصلات والمنتجات الزراعية في محافظة أبيان وتحديد مساحة أرض لإنشائه لما من شأنه خدمة جميع مزارعي محافظة أبيان ووجه المحافظ بإعداد آلية عمل لتنفيذ المشروع والذي سيشكل عند إنشائه قفزة نوعية للنهوض بواقع الزراعات في المحافظة وتجميع وتسويق المنتجات الزراعية وتحسين وضع مزارع أبيان وسيسهم في استنهاض وتطوير العملية الزراعية بمجمالها في المحافظة باعتبارها محافظة زراعية